موسيقى قرأت مدرس محمد الخامس من بعد مدرس محمد الخامس مشيت لثانوية القاضي بالعربي للتعليم الأصير في تطوان احنا ممنوعين في المام سينا عندنا الملحة خذيت منها البكالوريا عاقب هقس جامع القرويين كلية الشريعة ستفاس وتخرجت منها طيب سنة 1974 يعني التاح قتيب الجنح السياسي دي الجبهة التحرير والوحدة عطينا كيف تم خلق الحزب هذا هذه جبهة التحرير والوحدة هي تتكون من كوكتيل من المواطنين المغاربة في الجنوب جنوب ذكراني قابضها من قادير قايس القويرة خصان الطلباء وشخصيات من بلدهم حتى منهم بعض قدماء المحاربين في زيش التحرير المغربي وشخصيات من علام المنطقة طنطان بليمين كلهم يعني الناس كاملة كانت مشاركة فيها من أجل طرد الإصبان واستعادة سجل حمراء والذهب اللي حضرت الوطن هذا هو اللي كانت فأنا كنت في الجنح السياسي وكان الجنح العسكري في عدد من الناس وكانت نذكر مطريقة مقاومة من الثانوية لنوفو يبيه اللي الناس كاملة خرط فيه جبها التحرير الوحدة التركيبة القابلية عامة فيها الناس كامل هي كانوا فيها ناس من الطلبة الجامعين وطلبة الثانويات في الشمال اللي أغلبيتهم جايها من قبلة جاي من الجنوب من ساقل حمراء ومهد الذهب وفيها ناس من يتبع عمران يفني قليميم طنطان جميع الجنطرفاية كلها هذا الحزب هذا أو لنجب هذا كانت عنده واحد إذاعة اللي هي إذاعة الطرفاية من هنا قد يبدأ المصار لإعلامي دي سيمة العينين كيف ممكن بدأ هذا المصار هذا شرح لنا أكثر أنا هذا كإذاعة الطرفاية هي تكونت لذلك الساعة في فاس في فاس في الجامعة القرويين ولكن جيت مفرص إخبار جيت نتخطي قايسي لهيل شور تيرس من يجيت للطرفاية أنا عندي لهيل في الطرفاية حتى زاويت ودي الشيخ من ربه رب وراي في الطرفاية النهار مجمعين مع مجموعة من الناس شربوتي تعرفت على واحد السيد وهذا سبحان الله مصدف إعلامي قد الآخر كبير في الإذاعة المغربية كم من أو كيف صوتاً ولغةً وهذا اللي نقال له محمد جاد هذا محمد جاد كان هو اللي معين مدير لإذاعة الطرفاية وإذاعة الطرفاية اسمها إذاعة الطرفاية صوت التحرير والوحدة والجبهة اللي أنا فيها قال هل يجب التحرير والوحدة ويبدو أنهم نفس الشيء في خلال الحديث تعرف عليا مشيت أنا وقال لي وهي معينا الإذاعة قرية الإذاعة كانت غير دار عادية ولكن قايمة ضر واعنا مشي مشي اللعب حذاء 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 البحر حذاء ما هي بيدي من كاسامارة متقابلة معها قال لي بغيت نستغل معنا في الإذاعة عجبني الحال يعني ناصر محب بالإذاعة مولعب مولعب الإذاعة هي هذه العبارة مولعبها قلت له والله دار لي تجربة نسي عجبوا عجبوا الصوت والأداة وكذا وأنا صوت نحلي والحمد لله يعني ما من ذاك النهار بدأت نستغل معهم كندير تقديم الربط بين البرامج مساعدة في كراءة الأخبار وإيداد بعض البرامج سورة المحلية وماشي الحال كان ذكي ساعة أبرز ذكي اللحظة كان جد هو اللي هو اللي ورا الميكروفون كان معنا مهندس ينقل له حزام عبد السلام جاي من الأسبوعيون حزام كناس وكان اللي مكلف في الإجهزة التقنية كاملة الإيزاناتور والاستوديو والاستوديو ذاك شلق دلحال كانت عندنا واحد ناقرة ولا جوج واحد ميكروفون ولا هذا ماشي بالحال غير وإحنا الوطنية كانت يعني مشتعلة فينا نخدمه من الصباح إلى آخر الليل يوميا ممكن تكلهم على خطة الإذاعي يعني شنو خطة الإذاعي رسائل اللي كانت كتت إي 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 إحنا دورنا وخمان قالنا إحنا أصلا موجهين للمنطقة الجنوبية وكل واحد كي دي ذاك شلق إحنا اللي مركزين عليه وهو توعية الناس اللي تحت الاستعمار الإسباني وتنبيهم وتزويدهم بالأخبار والمستجاد كل ما يطرح حولهم والمنطقة اللي هما فيها والدسائس اللي تعدل لا في المنطقة هذي الساقل الحمراء ولا لزيل كناري لأسيس طب حل هذي الإذاعي الطرفين ممكنش نقارنه بإذاعي العيون اللي كانت تحت الإسعمار الإسباني بإمكانيتها البشرية ولوجستيكية وبثها إي وحنا العيون فيها جيش من عباد الله واذاك الجيش 90% من نصب نيول واحد عصر في المياه ولكنت هم أخدامي طبعا هم بتحضروا معين ما يقدروا لديه العكس وكانت طب تحرس السياسي متبادل بالإذاعتين اي كان كان الله يرحمه حسن محمد علي عبد الله داودي دربيبي وهذا معلق سياسي نبيه ذكي وكان كل كل صباح وكل شي يشط نبش تعالق وعرين هذا كي يشتغل في الإذاع سهل ذي العيون راديو سعر ولكن هو تحت إمرأة الضابط العسكري اللي كي يحكم في المنطقة كان كل نهار واحد المرة كان عنده تعليقين الصباح والمساء واحد العشية أحيانا كيتعاود العشية هو نفسك يتعاود ولكن هو عمده دايما الجديد لأنه مخابرة إسبانية معها كاملة وهذا كل الجنرال اللي كان يحكم في العيون دير تحت إمرته ويجبوا المعلومات يوميا وليليا ويخدم معانا في الإذاعة المغربية وراج المسيان الله مطل أعلنوا عليه قال في واحد تعليق قالهم هذي هذا الطرف اللي تسمعون لمشاقبتنا الليل ونهار رأي الله بليلي كام هارك منها عود براكة خرج منها الخاسبة وهذا رغم بني لواحد المعلومة اللي هي ما هي الحقي ولكن تبدو هكذا ليمتر جهاز الدفع اللي أحذى الإذاعة اللي ديري نفهم لأنه المتر يحمى دائما خاصوا ليدا برده وخاصوا لكليماتيزور لأن هذه الساعة ما عندنا كليماتيزور عندنا لالبحر ذاك منج وذاك جول بحر كيبرد لنا كليماتيزور طبيعي طبيعي ايه تكييف طبيعي ومارج منها ذاك البيلون اللي فيه الهوائيات اللي كيبثوا البرامج هذا الله يرحمه أقب نضمننا بسكين والله يرحمه راجزي الحد